اشتركوا في القناة اهلا وسهلا فيك اليوم نحن وياك المواضيع متشعبة وعديدة بدنا نحكي بداية عن مشاركة كاريتاس بماراتون بيروت بدنا نحكي عن المشاركين عن العدد عن الفئة ولكن قبل ما نبلش بالحديث بدنا نروح لنحضر هيك فيديو صغير ومنرجع عنه وياك بنحكي عن هالمشاركة يلي كانت قيمة وبما كان السليم كفالة كفالة خابرينا شو إلو عليه هالفيديو بموضوعنا لليوم كفالة كفالة هي جزء من مشروع ميرا الممول من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع كاريتاس النمسا وكفا وعامل هي الدعية عملناها نحن بأول السنة بس هلأ عم نرجع من عيد حياءة وخاصة أنه نحن رح نشارك بماراتون بيروت وعم نستعمل نفس الشعار للناس دايما تكون عم تشوف هيد الفكرة وبراسة لأنه إذا شفنا بالدعاية صاحبة العمل هي مبسوطة بالشغل مع العاملة الأجنبية اللي عندها وعم بتشاركها بكل النشاطات اللي عم تعملها وبكرة رح نشوف بماراتون بيروت كتير نساء معون العاملة الأجنبية عم تركض جنب إلى جنب مع العاملة الأجنبية بس هي الإداءة أكتر أنه الباسكور معها أنه قد ما نعطيون حريتهم عم بيكون هالأشخاص مأسورين بحكم الكفالة وبما أنه هالمشروع هو جزء منه تغيير أحد الأوانين الخاصة بحماية هالأشخاص وهي إلغاء الكفالة وتصير هالعاملة مثلها مثل أي عامل بلبنان وعندها الحقوق زيتها ويكون عندها أوراق السبوتية لأنه هي شخص راشد نفسه وفيها تكون ورقة معها وتكون مسؤولة عن نفسها فرح نشارك بالماراتون ورح يكون معنا أكتر من 200 شخص من جنسيات مختلفة من كافة الأعمار لبنانية ومن عمال أجانب رجال ونساء ورح يكونوا حاملين هذا الشعار على الكسكتات تابعهم على البنان تابعهم كرمال الناس تقشعهم ويكونوا أكتر عم يحكوا عن القضية فهن شعار جوال مع أكتر من ممكن 10 ألاف مشاركة أو أكتر رح يكونوا المشاركين على الأرض فوجودهم رح يكون عم يحكي يحييها الفكرة ويدلوا يذكر الناس أنه هالأشخاص موجودين وإلهم الحقوق وليزم نشتغل على الغيئة الكفالة يعني لكم أطيب التحيات ككاريتاس لبنان لأنه إختين هذا الموضوع بعيني الاعتبار لأنه فعلا في عامليات أجنبيات ما بيحسوا بوجودهم هني ككيين كأنسان كمان لازم لفت النظر كتير أنه العاملة الأجنبية مثلنا مثلها هي جاية عم تمارس وظيفة مثل ما نحنا بمارس وظيفتنا وين ما كان قديش تعبت كاريتاس تكرست هيد الفكرة عم تنطلق بجولات وأنشطة لا تكريس هيد الفكرة ونشرة بطريقة أوسعة نحنا من الأربعة وتسعين عم نشتغل على هالموضوع بس هي وقتها نشتغل على تغيير تفكير الأشخاص يقتنعوا أنه هالأشخاص موجودين عندهم هني كعاملين عندهم حقوق متساوية أخدت عم تاخد كتير وقت بس العالم صاروا أكتر هني عم بيشوفوا أنه هيده مزبوط أنه نحنا وخاصة بالأزمة الاقتصادية ونص العمال تركوا البيوت ورجعوا على بلادهم حسوا بالحاجة وحسوا أنه كمان فيها هالإنسان تكون عايشة برات البيت لأنه وقتها صاروا هني تحت سقف واحد وكانوا محجورين بوقت كورونا وكل هاي المواضيع فوجودهم برات البيت وهلأ كتير الأشخاص عم بيشغلون هني ومش موجودين ببيوتهم صحيح شايفوا أنه فيها تكون لا لا هالإنسان يعايش برات بيتي بس عم تعمل للخدمة لأنا عم بطلبها فتغيير عم يخد كثير وقت ونحن دائما مكملين لأنه هي رسالة طويلة لتتغير الأمور بدأ نحكي أكتر عم شو عميرة وأبرز التوصيات يلي صدرت عن جلسات الحوار شو كانت هايضة التوصيات وإلى أي حد ممكن تتنفذ لأنه ممكن بأي جلسة حوار يقوم فيه توصيات ممكن تتنفذ ممكن لا وفيه توصيات أكيد إذا الواحد يشتغل عليها واتبعها بيوصل فيها أبرز التوصيات يلي أدقتوا عليها بهذا الإطار هي هايضة الجلسة التانية من بعد أول جلسة اللي عملناها نحن بأدار الماضي كانت على الحق أنه كل واحد يكون عنده الرعاية الصحية والأسيران ستقتيله وكل حالاته الصحية هايضة الطاولة المستديرة كانت تتناول حق في الأجر أنه كل إنسان عنده حق الأجر والوضع الاقتصادي هلأ ما عم بيخلي حتى اللبناني يقدر يدفع بالدولار لهالأشخاص فكانت كتير مهمة هيدا الطاولة المستديرة لتتناول أراء الجميع يعني كان عندنا أصحاب العمل عندنا مكاتب الاستقضام عندنا وزارة العمل الأمن العام العمال نفسهم فكان مثل حوار بالناء للجميع ليطلعوا بيه مقترحات للحلول إن كان من خلال إلغاء الكفالة وإيجاد حلول لدفع الرواتب وما يستقطعوا منه أي ليرة ويكونوا عم بيكون فيه وسيلة لمتابعة هالأشخاص ودفع معاشاتهم على الوقت ويكون كل واحد عم ياخد حقه ومثل ما حضرتك قلت إنه نحن عم نوصل كل قسم بقسمه ونتوجه له بالتوصيات يعني إذا كان فيه توصيات لوزارة العمل نحن منروح منعمل ضغط على الجزء الخاص فيها يعني كل جزئية عندها منفرعة كرمال نقدر نوصل شوي شوي للحلول يعني اسم الله على كاريتاس مش تركي محل إلا موجود فيه هي الأخ والبي والصديق والخيل كبير والخيل الصغير والداعم حتى إنه نهار الثالثة في كونغري بفتكر لتنبهوا على الأخذ المرضي للدواء بس خليني قبل ما أحكيكي بهذا الموضوع لو سمحت رابطة كاريتاس لبنان بالتعاون مع جمعية التضامن البلجيكية ومؤسسة المعوقين في لبنان بتوجه دعوة إلى مؤتمر تحت عنوان أهمية عدم المبالغة بوصف الأدوية الزمان الثلاثة خمسة وعشرين تشيني الأول الفين واثنين وعشرين ساعة تسعة صباحا من التسعة للوحدة الظهر المكان نقابة الصيادة في لبنان العدلية والرجاء تأكيد الحضور بدي يكون قبل الأحد تلية وعشرين تشيني الأول ونحن أكيد عم نشوف الدعوي بدي أتوقف عند هيدا الأمر يلي هو على قدر من الأهمية لأنه نحن خاصة بالأون الأخير صار تعطينا للدواء تعاطي مراضي مراضي بكل ما أتي للكلمة من معاني حتى أوقات منحس تعب نفسي دواء تعب جسدي يمكن هو مش موجود نحن منحسه موجود دواء فصار هو الدواء الملجأ والمليز الأخير أدي حاطين تقلكن بهيدا الشي لتوصلوا هالرسالة أنه أكيد حب الدواء بتشفي بس الكتير من الدواء والأخذ المبالغ فيه بيدرب وبيخلينا مراضة يعني هي هيدا اللقاء كتير مهم لأنه إجت إجت الكورونا ولحق الوضع الاقتصادي فالناس تعبن يمكن الصحة النفسية تبعن قد ما صاروا هن تعبنين صارت الوسيلة الوحيدة هي بالنسبة إلون الدواء المليز الآمن فما في حل كان غير هالأمور بس كمان في مسؤولية الأطباء علشان هيك نحن مشاركين أطباء من عدة اختصاصات ليحكوا على أهمية أخت الدواء مثل ما هو للعلاج الصح مش نخلط الأدوية كمتل ما شايفين نحن هون شفنا قلب ومحطوط فيها حدة أحبوب بس هذا إذا تاخد بكترة راح قلبه للشخص وممكن يوصل لحالة الموت والوفاة من ورا استعمال الخاطئ للدواء فهيدا كتير مهم أنه الناس ما تاخد الأدوية بدون ما تكون في استشارة طبية صح وكريتاس كل مستوصفاتها موجودة لأعطاء النصائح الصحيحة للأشخاص وياخدوا الدواء الصحيح كم مستوصف موزعين على مختلف الأراضي اللبنانية؟ نحن عنا تسعة مراكز مستوصفات سابتة وعنا مراكز النقالة اللي بيروحوا هاك المناطق اللبنانية عبر مواعيد بيكونوا بالضياء صاروا يعرفوا أنه هالجمعة قطعة ضايعت بكرة على ضايعة غيره ومسجلين الأشخاص اللي بياخدوا الأدوية يعني منهم بدنا نطلق نداء أنه بليز اسألوا بليز ما تاخدوا أدوية هيك لمجرد الأخذ لأن هيدا بيفوتكم بأمور لتحمد عقبها خاصة بهالمرحلة اللي نحن عم نعيشها مش نقصنا أبدا كمين اللافت بكريتاس أنه كان عندها تكريم من فخامة رئيس الجمهورية العماد الجنرال مشيل عون يلي كرم كريتاس لبنان خبرين عن هيدا اللي بات بـ 14-20 دعين على الأسر الجمهوري بمجموعة من المؤسسات طلعوا وأخدوا التكريم هو بمناسبة الخمسين سنة لمرور عمل كريتاس على كل الأزمات اللي قطعت بلبنان وهذا كان كتير شي رائع بالنسبة للمؤسسة ورجع تقدم أكيد شكر لكل الموظفين لأنه نحن إذا تقدم لنا تكريم هو عم يتقدم لكل عنصر عم يقدر يشتجل على الأرض وعم بيتعب يعني عنا أشخاص صالحون خمسين سنة عم يشتغلوا يمكن الحلقة السابقة وقطع عن كريتاس شفنا شخص صاله تاريخ بالمؤسسة فهذا كان كتير مؤسسر لأنه ونحن أكيد فخورين فيه لهذا التكريم كتار من الناس ودايما بيترحوا هذا السؤال أنه خمسين سنة ومكملين أو قديش فيها كريتاس بعد تكمل وقدي بدوا يضل فيها شباب لا يقدروا يتابعوا ويستمروا رغم أنه حدد كتير كبير من الشباب هجروا وتركوا بس لكل شخص في قصة ولكل شخص في حل مع كريتاس خبرين عنصر الشباب عندكم قدي فعال بهذه المؤسسة بهذه الرابطة يلي صارت أكبر من الدولة بأعمالها وبشغلة وبتواصلها مع الآخر وبإنسانيتها يعني نحن الشبيب هن من الأساس لأن نحن بنكبر فيهم يعني هن بيبلشوا معنا صغار بعدين بيكملوا معنا ممكن منهم يصيروا معنا موظفين منهم يصيروا يخدموا عبر شو صارت وظيفتهم ناس صاروا بالقضاء ناس صاروا دكاترا ناس صاروا مهندسين يعني نحن بنقول دايما شعارنا مرة واحدة كنت كريتاس دايما رح تبقى كريتاس ما فيه واحد يطلع منا حتى الناس اللي مهاجرة برا دايما هي بتعمل دعية لكريتاس لتدلوا عم يشتغلوا هالموضوع والشبيبة هي وانما كان عندنا حالة عمل تطوع ما منشوف غير الشبيبة واصلة يعني حتى صاروا مثل ما حضرتك قلت نحنا كأنه صرنا جيش من الناس اللي على الطريق وانما كان فيه مهمة صعبة بتلاقيهم الموجودين جيش العطاء وبتعرفي كتير تغيرت النظرة الى كريتاس مش عمقول لانه هلأ احنا طالعين على الاعماء الاعماء والدعاية بس عن جد نظرة كريتاس كتير تغيرت خلال هالسنوات الأخيرة لانه لمسوا مع اللي صار فينا من كوفيد ومن انفجار المرفق لمسوا الناس قديش كريتاس كانت واقفة الى جانب كل محتاج ولمسوا قديش تغلت بانسانية ولمسوا كيف هالشباب كانوا تركين يمكن اشغالوا واعمالوا واقفين بنص الطريق ليلموا فلسل ارملي ويساعدوا هيدا فلسل ارملي قدي انتو بتعلقوا عليه وقدي بهمكن يعني هيدا فلسل ارملي هو بيسند بحيالة مشكلة او موضوع صار عندنا نعم يعني نحنا نتشكر كل انسان يعني الليرة اللي بيحطها بقلبها السندوق عم تروح لللبنانة اللي بيحاجي يعني لاخيه يمكن تروح لجاره لشخص هو ما اشعه بس بعدين عم نشوف التغيير وصورة كاريتاس يعني دايما كنا موجودين بس هالفترة الحاجة كبيرة يعني ما فينا نكون الا موجودين لنساعد الاخرين يعني هذا اساس شغلنا ونحن ايد الكنيسة الاجتماعي فنساعد من مكان وين مكان وبدون اي تمييز 36 اقليم منتشرين بمختلف المناطق اللبنانية هل هناك فكرة لايقامة اقليم تانية لكاريتاس لبنان علما انه كل منطقة بتحسيها بحاجة وعلما انه كل منطقة صار ما فيها ما كان لكاريتاس بتحسيها ناقصة يعني بيطالبوا العالم انه تب ليه كاريتاس مش عنا ليه كاريتاس ما عم تجي لعنا مع انه عم بتحاول تغطي كل المناطق اللبنانية هل في مشروع او فيه هيك فكرة مستقبلية انه يزيدوا عدد الاقليم هذا دايما المشروع قائم يعني وان فيه فرصة نقدر نكون عنا مركز سابت بمنطقة عم بيكون وفي حال ما عم بنكون واصلين كمركز سابت عم بنكون نقلين حتى في حملات الطبية اللي بتنقل من منطقة لمنطقة في كتير مشاريع عم تنقل يعني اذا الشخص ما قادر يوصلنا عم نروح لعنده قصة من قصص كاريتاس مثل ما بتقوله 50 سنة ومكملين وكمان في قصص كتير مع كاريتاس سليم منصور صعوبات بالتعلم ولكن كاريتاس لبنان وقفت الى جيمبو مردته يد العون والمساعدة عطته المحبة صادقة المحبة بكل شفافية قدمت له المساعدة ليقدر يمضي قدما نحو الامام خلونا نحضر الرابورتاج سوا ومنرجع من علي اهلي مركز كاريتاس لزوية الاحتياجات الخاصة بدنا نقل له كمانا لا سليم ونحنا منحبك كتير وهاي باوسة كمانا مثل ما انت بتحبنا هاي دي كاريتاس يلي ما منتفاجأ باعمالها وما منتفاجأ بايد المحبة شو بتخبريني عن اهمية هيدا المركز كونه بهذه المنطقة بالتحديد وكونه اكيد يعتبر بيت تاني لزوية الاحتياجات الخاصة مثل ما بين باستة سليم انه صار له 12 سنة يعني صار اذا بيه نهار واحد ما بيروح عليه بيديع فهي الملجأ لاله ليكون مرتاح وحاسس حاله ومتل اي انسان مبسوط وعم بيشارك وعم بيكون منتج صح وغيرت له حياته وغيرت حياة العيلة طبعه كمان لانه لو ما العيلة طبعه وصلت اخدت هيدا المساعدة والمتابعة سليم بالمدرسة كانت رح تكون نعم تتأثر فهيدا المشين ايد بايد مع العيلة كرمال كل شخص يكون مرتاح وعم ياخد حقه وسليم واحد من هالولاد الموجودين بهذا المركز اللي عم يستفيدوا من هالخدمات وفيه غير مراكز كمان متخصصة بنفس الحالات بعدة مناطق تانية فهو كمان هالمركز جماله انه عم بيخلي هالولاد يعملوا انتاج حلو يعني بنشوف الشغل تابعهم الناس بتفكر انه هن ما بيقدروا يعملوا شي بيرسموا الرسمات اللي بتطلع رائعة لشغل السيراميك تحضير الشوكولات الكيك كل هن متلهم متل اي انسان بس امنا بقدراتهم والايمان بقدرات الشخص بتخليه يعمل العميل العجائب العجائب فوصله وهو خبر عن نفسه كمان وقديه فخور وقال هول قراد الوراكن هوده انا من شغلي فالانسان بيصير حاسس بيقيمته بيكون مرتاح وبيعطي خلينا هيك نشوف مثلا نتخيل حياته لسنين قبل ما فات على مركز كريتاس وبعد يعني اتخيري مثلا عنده ظروف خاصة مش قادر يروح من البيت قعد من صبح العشية لا فيه يتعلم لا فيه ينتج لا فيه يعمل شيء قعد للقدر وبين انه يروح على مركز ينتج يتعلم ياخده يعطي سير عنده انفتاح على الآخر قدي فعلا عم بتجنده اشخاص صالحين بالمجتمع واشخاص بيقامنوا بنفسهم لانه بس الواحد يصير منتج بيصير يقامن بنفسه بصير يعطي اكتر واكتر اي صح لانه لو صالحين بقى بالبيت كان رح يكون اهله مربوطين فيه وما قادرين انه كمان ينجي يعملوا شيء يقدروا يعيشوا العائلة طبعا فسمعنا بكلمات البي انه كتير وجود المؤسسة وتبين قدي الحاجة كانت واهمية المركز وقت الكورونا وقت المركز كان مش فاتح مية بالمية كان رجعت الحالة بالعائلة لورا وقت انفتح المركز صار ستليم يركض اول واحد يلبس تياب ويركض عارف وان رايح يعني هالامل طبعه ليكمل ويكون عايش مرتاح وحاسس حاله عم يعمل شيء مختلف عن القعدة بالبات لأي ماتا فيها تبقى كاريتاس عم بتحارب على كذا شبهة دايما رح تكون هي حملتنا هالسنة الخمسين سنة ومكملين فاكيد دايما رح يكون في ناس مؤمنة بنفس القضية بنفس المساعد بنفس العطاء يعني رسالة ما بتخلص هالشي مرة بينطرح موضوع الاستمرارية عندكن او موضوع الصعوبات سيما المادية منها لان احنا نعرف انه كاريتاس مش عنده متمول وجاي كباب لهالمصريات ويشتغل اكيد في المقيمين لبنان المقيم ولبنان المغترب بالتظافر والتكافل نصال لهون كيف انتو بتحاولوا هيك توجهوا او تبينوا الصورة الحقيقية لكاريتاس لبنان لتظل قادرة تعيش وتكفي وتساعد نحن في كتير ايام بيجي الناس البدا تعطي من الا تعي معنا زوري هالعالم تعيشوف المركز تعيشوف الانتاج اذا وقت واحد يشوف الحقيقة كيفية على الارض غير ما يشوفها بس بالاعلان وقتا يشوف الحياة كيفية بتتغير نظرته بيصير هو ملتزم معنا بالرسالة للاخير يعني نوها ما فينا الا ما نتمنى لكم كل الخير ان شاء الله الخمسين سنة تبع كاريتاس بيصيروا الف وخمسين او لا نهاية ان شاء الله من الامال من المحبة الصادقة ومن المساعدة المستمرة نوها روكوز منصقة ادارة المنح لقسم الهجرة وبيوت الايواء شكرا كتير لوجودك معنا اهله سهلا فيك شكرا لكم من اللقاءات وبلغي تحياتنا لكاريتاس لبنين فردا فردا وصل مباشر مباشرة اصدقاء المشاهدين احنا متابعين معكم رحلتنا الصباحية ما تروحوا لبيت بعد شوية زميلتي ماء بنضم لرفقتكم